لا أعتقد بأن لديه أي خطة لأن بايدن في الوقت الحاضر يعني في حزيران 2021 ليس ببايدن عندما كان نائبا للرئيس الوضع وضعه الصحي لا يسمح له في الخوض في مباحثات من هذا النوع أعتقد من يقوم في السياسة الخارجية الأمريكية والداخلية في البيت الأبيض هم جماعات الرئيس الأسبق أوباما أوباما هو الذي يدير دفعة الحكم في الوقت الحاضر من خلال الذين كانوا يعملون معه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة مثلا سوزان رايس هي التي تدير شؤون الداخلية في البيت الأبيض سوزان رايس كانت أكثر شخصية أمريكية مقربة من الرئيس أوباما جيك سوليفان المسؤول عن الأمن القومي أو المستشار الرئيس للأمن القومي كان شخصية مهمة أثناء إدارة أوباما نفس الشيء ووزير الخارجية أنتني بلينكن هناك عدد كبير في الوقت الحاضر ممن يعملون في البيت الأبيض كانوا يعملون مع الرئيس أوباما ولذلك أعتقد أن هؤلاء الأشخاص هم الذين يديرون شؤون الحكم في الولايات المتحدة وليس الرئيس بايدن شمالات المتحدة شهور أحسسن شكراً للتقدم شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة